تأتي إلى أم البنين تجد هذه الشبلة قضية هنا نحن أمام نموذج يفتح للأنسان آفاق أن يقتدي بها لأن أمرأة جاءت من قبيلة عشيرة جاءت كبيرة وتزوجت أمير المؤمنين واستطاعت أن تخرج أربع من الأبطال ينالون الشهادة مع أبي عبد الله الحسين في كربلة والكل عزبانهم تربية أمير المؤمنين لا نوطى منكم ترى التربية ذول الأربع كلها شرفها شرف هذه التربية لهذه السيدة الجليلة أقول لكم ماذا؟ عندما تأتون إلى عمري أبي الفضل العباس ترى عمر أبي الفضل العباس في كربلة أربعة وثلاثين سنة يعني توفي أبوه أمير المؤمنين عنه يمكنه عمره أربعة عشر سنة وأمير المؤمنين كان آخر عمره أربع سنوات مجهول في الحروب يعني هذا أبي الفضل العباس كل هذه المناقب التي لديه كل هذه الأخلاق العظيمة التي عندها كل هذه الأريحية التي هز بها التاريخ فوقف التاريخ يتغنى ببطولاته ما كانت نتاج مدرسة أمير المؤمنين كان نتاج مدرسة أمير المؤمنين أقول ما كان نتاج مدرسة أمه أم البنين يعني أم أمرها تستطيع أن تخرج هكذا عظاما معناتها لا هذه القضية العظمات متأتات للإنسان لازم لكن نحن يجب أن نلتفت إلى هذه الأخرى نحن لازم نجمى دارج نحن هذه أمرها واحدة جاءت من قبيلة أمير المؤمنين نعم واحدة جاءت من قبيلة أمير المؤمنين